معي الصحفي الرياضي المصري وليد الحديدي الذي يحضر إلى المغرب لتغطية الموندياليتو وليد مرحبا بك في أصداء النات وفي المغرب أهلا بك حنان تحياتي وتحياتي لكل مشاهدي ميديا أهلا بك طبعا أنت حضرت حفل افتتاح الموندياليتو الذي أشهد به الجميع سواء من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وحتى صحافة الدولية وأيضا الجماهير التي كانت حاضرة داخل الملعب وأنت وليد كنت منهم كيف وجدت حفل افتتاح تحديدا شوفي أنا كنت جاي المغرب أحضر البطولة وكان عند انطباعات أو تخيل أن طبعا المغرب هيكون عندها مقدرة كبيرة على تنظيم الحدث لأن عندها تاريخ الحقيقة من تنظيم الإفنتات الكبيرة وعلى رأسها الموندياليتو في نسختين قبل كده وأحداث تانية كتير الحقيقة عالمية مش بس في كرة القدم في الرياضة بس أنا كنت متقوف من حاجة أن إسناد التنظيم للمغرب كان لسه قبل أسابيع قليلة أثناء فترة الموندياليتو أنت عارفة البطولة كان فيها مشاكل وتلغت وتأجلت وكان في قصص كده لكن الحقيقة لما جيت انظهرت من القدرات المغربية على التنظيم اللي احنا عارفينها لكن في الوقت الديق كل شيء يبقى معد بالشكل ده طبعا دايما وجهة أي إيفنت كبير أو أي بطولة كبيرة هي حفل الافتتاح فبالتالي أنا كمان كنت مترقب حفل الافتتاح هيكون عامل إزاي هل هتلجأ مثلا اللجنة منظمة لحفل كلاسيكي حفل تراثي ولا هيلجأوا للديجيتال والحداسة وغيره لقيت ميكس الحقيقة ودي لفتة عجبتني شخصيا أن فيه دمج ما بين الثقافة المغربية اللي تقدمت بأفضل صورة عرفتنا أنا كواحد عربي والأجانب حتى اللي حضروا قال لي كلام مع بعض الصحفجين الأجانب بالتاريخ المغربي والتراث المغربي الحديث عن الأصالة والمعاصرة هذا وشعار المملكة المغربية يعني وأيضا المغاربة والمغرب شعارهم هو لا شيء مستحيل يعني حتى ولو كان وقت التحضير قصير لكن لا شيء مستحيل بالنسبة للمغرب الثقافة المغربية تعرفت عليها أنت والجمهور الذي كان حاضرا داخل الملعب وأيضا من تابع حفل الافتتاح عبر شاشات التلفزيون عبر وصالات موسيقية فولكرورية كيف وجدت أنت هذا الميكس الذي وصفته ما بين الحفاظ على كل ما هو موروظ ثقافي شعبي أصيل ودمجه بكل ما هو موديرن يعني هي دي كانت الرسالة اللي أنت بتتكلم عنها هي رسالة حفل الافتتاح اللي وصلت بنجاح فكرة طبعا بداية الحفلة أو التركيز على شخصية ابن بطوطة هذا الرحالة اللي ليه طبعا تراث ثقافي في المغرب وفي طانجة تحديدا وفكرة أنه هو يعني رسالة للدمج ما بين الثقافة المغربية العربية الافريقية والثقافة الغربية بما أنه رحالة راح مماكن كتير في العالم فكرة أنه استخدام الديجيتل والألوان والتكنولوجيا في الحفلة تقديم الأندية بشكل زكي جدا طبعا تكريم بيلي ودي كانت لفتة رائعة جدا من جانب القائمين على الحفل كمان اللمسة بتاعت كاس العالم وإنجاز المغرب في كاس العالم والإشارة لها أشعالة المدرجات وإحنا أنا كنت حاضر في قطر وحضرت كل مباراة منتخب المغرب استعدت الزكريات ونقعد في المدرجات زكريات المشوار الرائع الحقيقة حفل ما كانش يطلع أحسن من كده أنا انبسطت به جدا وكانت ردود الأفعال الإيجابية حتى في مصر الناس بتكلمني مبسوطين جدا بحفلة الافتتاح